طب هقول لك اسم حكم. يلا. واقول لي رأيك. ماشي. جمال الغندور. طبعا كابتن جمال من الحكام اللي عملوا تاريخ رائع للتحكيم. عسام عبدالفتاح. نفس القصة عمل تاريخ جيد في التحكيم بس تفوق على نفسه في حتة المحاضرات وهو دلوقتي ماسك حكام دولة الامارات. وكان موجود فترة طويلة جدا في التطوير في الكاف. ماشي. جهات جريشة. جهات جريشة ان شاء الله اتمال له التوفيق بازن الله في المجال الجديد بتاعه اللي هو اه تحليل. مم. تمام. قد بشكل اه جيد اثناء ما كان بيحكم. ماشي. محمود البنة. محمود بنة حكم موهوب موهوب بس لازم يبقى يعني في تركيز اكتر والحكام بتوع الموسم ده والله كريم مشكلتهم انهم ما لعبوش كتير بسبب التصنيف السيء من رئيس لجنة الحكام. مم. انت عملت تصنيف ما ما لعبتش اللعيبة. ملاعبتش ازح الحكام. اه. ولا المساعدين. والحكام بتكرروا نفس الفرقة. يعني اعرف مساعدة حكم تخيل رحل المصري اربع مرات. اربع مرات. لأيه? وتلاقي الحكام بيتكرروا وفي حكام تانين مش بيلعبوا. في حكام اختفوا السنة دي. امين عمر. امين عمر ان شاء الله بازن الله هو محمد معروف بنسبة كبيرة ممكن يموجودين في كاس العالم القادم ان شاء الله. شايفهم مميزين الاتنين? اه طبعا. احمد الغندور. احمد حكم من الحكام الفنياتهم كويسة تمام? وبس هو عنده عيب كبير ان هو طيب بزيادة. حكم ما ينفعش يبقى طيب في الملعب. ما ينفعش. لازم يبقى شارس. لازم يبقى جامد. اه. اه. الشراسة. انا شراسة بخانة. بس نور تديه. ابراهيم حكم طبعا يعني الكامرا بتحب تجيبه. تمام? الكامرا اللي بتحب تجيبه او اللي هو اللي بيحب يروح للكامرا? عشان هو يحب الكامرا. حتى الكامرا حابته. بس هو ابراهيم哇 بيدور على الكامرا بس الكامرا خلاص حابته يعني. بس هو هابب يعني بيحب كده. اه يعني انا اعتقد كاري ابراهيم بعد ما يبطل هابقى لي هtles بقى لي دور في ممكن الاعلام ممكن ايه بصراحة يعني لكن هو كان امكانيات حكم لأ كان علي جدا كان كان ابراهيم ضيع فرصة كبيرة جدا كان ممكن انما موجود على طفل كسعالم انما في حاجات كتير جدا عدت منه بحاجات هو كان مسؤول فيها وحاجات تانية هو مش مسؤول فيها ياسر عبد الرقوف مثلا اه اتمنى انه يبقى في لجنة الحكام يبقى الرئيس لجنة الحكام مؤهل لكده والله توفيق السيد من الحكام بصراحة اللي بطلوا واتعاملوا في عمل الادارة بشكل جيد جدا يعني كنت اتمنى برضو يبقى موجود بس هو فترة كده وبريرا فضر حرب الغاتمة متشاه يعني انت رأيك انه الاحسن للجنة الحكام انه يبقى رئيسها مصري لازم هتجيب واحد اجنبي يعملك اضافة وتدينه فرصته انت مدت للمارك لاتنبرج جيت بريرا بقى وناجح فيها انت جيت بريرا ادت فرصة كبيرة قوي سنوي مفيش خطوة انت مادكش خطوة انت عمرك شفت الاعتراضات على التحكيم كده يجو من خمستاشر فرقة من عدد تمنتاشر ولا سبعتاشر فرية كتيرة ده خلي بالك انت عندك دورة درجة التانية والتالتة مش معقول ازاي دورة الترقم فيها شبار انا نفسي الاقي الاجابة دي اهم دورة في البطولة يعني لدى يعلي مجهود سنة علشان حكم مثلا كان نعمل ماتش وحش انت عندك فماتش الترسانة قورة هندبول انا شفت كوارث المهاجم عملها بايده اه اتحسبت ضر الجزاء وعندك كورة دخلت جوة اه اللي هي من نص منعب دي ودخلت اه حكم ما شافهاش اه اللي وارد انك ما تشوفش بس انت عندك تقنية فيديو مثلا وانت بتلعب اللي غريب يا كريم ايه المبارات بتاعت الترقي اتلعبت في ايام غير دور ممتاز اه يعني اللي هيقول لي الاجهزة والعربيات ما موجودة صح فما استخدمتاش ليه اه وما ينفعش خلي بالك انا بقولك اهو ما ينفعش تستخدمها في ماتشو من الاربع ايه يبقى عدم تكافؤ فورس رسمي صح بس ممكن تهوض الحكام بس هو غالبا هعملو كده عشان ده بقى اخر ماتشو لا ما ينفعش مفيش لو من اولها الاخيرة خلاص مفيش تكافؤ فورس اه خلي بالك مش انت عندك ترسام تلات برة ومتخب السوس بنزل وغيرة هلو اكتبش معنا احنا ايه صح هيقولك طب انت مريد تشغير تلات بنت لا طمنا لو كنت ويجيب لك مماتشاط انت مش فاجرة صح هو دهوت لي فرحان جايهم وخلاص هيقعد فلوسه هيرجع وهم جايين هيقعد في القتالة الياهوية وكده كده هيتفسح اه هو بدل ماتش يوم التلاتة على عم عندنا يوم الاربع ماتش حلو ونلعبه في ساعة اربعة الضهر بس ممكن يموت والله العظيم هو في حد دي لعب اربع كده مفيش الكلام ده اللعيبة بتفرهض والله وهي بتسخن ده حرام ده انت وانت قد في البدت تعبان بالزبط بالزبط يعني انا اول مرة لقيه ماتشاط والله ساعة اربعة فيش لايب بتاع سبرينت خالص كلهم بيجروا وطيرة واحدة والله يا كابتون ساميل الساعة ثلاثة اصلا بيسخنوا بقى من الساعة ثلاثة اه فمجد بيفرهضوا بعد عشر دقائب في التسخين جوه صعب اول لسه مش فاكر كاميل بيقول اه انا ببقى مشفق على اللعيبة وانا بديها التعليمات شوف ده بقى انا بقى ده اه والله ايهاب جلال بيقول لك اللي بيجد اللعيبة هتموت يعني بص ايهاب بيقول كده طب او ما للحاكم بقى تخيل الحاكم اكتر بيبذل مجهود اكتر من اللاعب الحاكم عنده مجهود زهني الزهني ده بياخد من بدني وما بيقفش ويقفين وخلي بالك انت الاثنين وعشرين لعيب ضده اللي عاوز يضحك عليه ياخد بنانتي مش بنانتي ولي بيضرب من غيره ده فيه لعيبة بيدورو انهم يعملوا فونر حاكم بيشوفهم كل ده بيبقى ضد الحاكم على فكرة